قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينساكي إن روسيا لم تتعرض لأي تهديد من حلف الشمال الأطلنطي وتهمت الرئيس الروسي فلادمير بوتين باختلاق تهديدات لتبرير هجومه على أوكرانيا إلى ذلك قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم عسى إن الأمر أمر الرئيس الروسي فلادمير بوتين بوضع قوات الرضع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأه قسوة يعد تصعيدا غير مقبول موسيقى